أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه برأسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لموجهة احتياجات العاصمة غدا والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود وإجرى المجلس تقيما شاملا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوف في قطاع الكهرباء خاصة تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في انتاج الطاقة وكدرئيس الوزراء على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصة في عدن وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة